أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي عن شكره وتقديره باسم البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لجهوده ومواقفه المشرفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي أكد العصومي خلال كلمة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية على الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله انتهز هذه الفرصة لعرب باسم البرلمان العربي باسمكم أصحاب المعالي عن خالص الامتنان وعظيم التقدير لصاحب الفخامة الرئيس عبد الزلتاح السيسي لاستضافة جمهورية مصر العربي هذا المؤتمر مثمنا جهود فخامته وواقفه المشرفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الامن القومي العربي فضلا عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله